اشتركوا في القناة كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المحافظة تضم مشروع إعادة تأهيل بعض الطرق بمجمع 225 لبستين مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإعادة تأهيل الطرق بالمجمع السكني ورصف الطرقات بالإسفلت لرفع مستوى كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية وأكد سعدة الوزير أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حريصة على تنفيذ المشاريع الهدفة لتحقيق النمو المستدام للبنية التحتية وفق أعلى المقاييس والمواصفات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية اشتركوا في القناة